بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نهاردة هنعمل الميني بيتزا الخطيرة بطريقة سهلة جدا وبعجينة هشة وقطنية وتحفة جدا اول حاجة هدقي عندي حوالي عشر كبيات انا مزودة الكمية شوية لشان انا محتاجة كمية كبيرة هنزل عندي كده بحوالي معلقتين من الخميرة على مية دافية وكمان هنزل عليهم بمعلقة كبيرة من السكر عشان احنا كلنا عارفين ان السكر بنشط الخميرة يبقى مية دافية ومعلقتين خميرة وعليهم معلقة كبيرة من السكر هندوبهم مع بعض كويس جدا كده ونركينهم شوية علشان تأكد ان الخميرة بتاعتي فعالة هنعمل لها تست كده ونركينها شوية على ما تتفاعل عندي حوالي ربع كوب من الزبدة على الزيت انا بحب بحط زبدة في المعجنات بتخليها طرية جدا ورحيتها خطيرة وعندي معلقتين خل ومعلقتين كمان من الحليب البودر بيخلي العجينة تحفة جدا وكتنية وكمان عندي معلقة كبيرة من الملح كمان هنضيف رشة من المعلقة كبيرة من البيكنج بودر بيخلي العجينة عندي هشة جدا وكتنية وقلبها مفتح كده شايفين معايا معلقة كبيرة على المكونات الجفة يبقى انا عندي 10 كبايات من الدقيق عليهم معلقتين من الحليب البودر ومعلقة من البيكنج بودر ومعلقة من السكر حطتها على الخميرة ومعلقة من الملح كمان حطتها على الدقيق وربع كوب زبدة على الزيت ومعلقة من الخل هبتدي بقى عجن العجينة بتاعتي انا عجنتها طبعا وسبتها ترتاح ما شاء الله تبارك الرحمن زي ما احنا شايفين طحفة جدا كلنا شاطرين وعارفين العجين بيتعجن ازاي علشان بس ما طولش عليكم الفيديو خرجت منها الهوى كده بعد ما اضاعف حجمها علشان بقى اجهزها هبتدي اجيب صانية كده ورشها دقيق وابتدي اعملها كرات كده حجم الكرة كبير لان انا هعملها ميني بيتزا مش هعملها بيتزات صغيرة لو عملنا بيتزات هنعمل كل واحدة على قد حجم البيتزاية اللي احنا عايزينها او حجم الصانية اللي احنا عايزينها انا عملتهم ثلاث بيتزات كبار علشان او ثلاث كرات كبار علشان خاطر انا هفردها واكبرها جدا علشان هقطعها قطع صغيرة بالقطعات عشان تبقى معي ميني بيتزا بتبقى شكلها ألطف وكمان بتبقى متأسمة لوحدها مش محتاجة تقطعي بقى وانا هفردها دلوقتي على رشة من الدقيق كده وابتدي افردها بايدي في الاول وبعد كده اكمل بالفرادة زي ما احنا شايفين مش عايزة سمكها رفيع علشان تبقى معايا فيها قلبها كده مفتح وهشة وحلوة ابتدي بقى بالقطع بتاعتي الشكل اللي انا عايزها انا عندي القطع المستديرة دي هبتدي اقطع بيها اقطعت كده وفي واحدة مكان صغير فجبت واحدة اصغر شوية وقطعت بيها جبت الصينية بتاعت الفرن بقى الالمونيوم احسن حاجة طبعا للخبز ده هنتهب معلقة زيت كده فرشة واحدة وعلى طول رفعت المينيبيتزة بتاعتي وعلى الصينية حرستهم جنبه بعض كده والعجين المتباقي عندي برجع ألمه واعجينه في بعضه تاني واسيبه يرتاح وبرجع أفرره مرة تانية هجيب بقى كورة تانية من العجين وعملها بنفس الشكل بالزبط رشع من الدقيق على الكوينتر زي ما احنا شايفين ويرشع في ايدي كده وابتدي بقى ارفعها وحط دقيق تانية عشان ما تلزقش في الكوينتر وابتدي اقطعها بالقطع زي ما احنا شايفين بتزاد صغيرة شكلها حلو ولطيف وكمان بتبقى مستحبة جدا لو عندك أولاد يمسكوا الوحدة كده بطعامة وبلزازة ما شاء الله تبارك الرحمن بكمل الصنية بتاعتي الأولانية عشان ما كانتش كملت ولم العجين وعجينه برضو في نفسه تاني كده واسيبه يرتاح على ما خلصت الكمية اللي عندي جبت بقى الكورة التالتة وهبتدي برضو اعملها بنفس الشكل افردها بالصمك اللي انا عايزها وابتدي لو انت عايزها هتعملي بتزايا واحدة بتسيبيها زي ما هي كده وبتحطي الحشوة بتاعتك بس بعد ما تنقليها على الصنية بتحطي الحشوة بتاعتك اللي انت بتفضليها وبتبقى عندك بيتزا كبيرة عادي وبتبقى زي الفل آه خلص كملت الصنية بتاعتي زي ما احنا شايفين ابتدي بقى احط عليها آه معلقة صلصة كده صغيرة على كل واحدة وادهنها علشان هي اللي بتدي طعمه لون حلو للبيتزا وآه زي ما احنا شايفين كده بعد ما خلصها اجيب الحشوة بتاعتي بقى واحط على كل بيتزاية الحشوة بتاعتها الحشوة بتاعك انت بقى الحشوة اللي بتفضليها انا النهاردة هعملها آآ بالخضار يعني طماطم الحشوة بتاعتي عبارة عن طماطم وبصل وفلفل وكمان آآ زاتون شرايح وآ آآ ملح وفلفل وخلاص بتبقى معايا الحشوة دي تحفة جدا ومغزية وفي منتهى اللازازة خلصت الحشوة وبعد كده بجيب الجبن المتزارلة آآ احط بقى شوية كده على كل بيتزاية زي ما احنا شايفين وعلى طول على فرن متسخن مسبطا يعني وانا بحضر البيتزا وبفردها وبقطعها وبحط عليها الحشوة كان الفرن تسخن آآ دخلت البيتزا على فرن سخن ماينفعش تنخل الماخبوزات بتاعتنا على فرن بارد علشان اول ما تدخل الفرن تطلع كده هشة وتتخبز على طول وتطلع قلبها مفتح كده ومش مكتومة الصينية التانية ابتديت آآ آآ ادهنها دي كانت الصينية الاولى اللي خرجت من الفرن دهنتها دهنة كده علشان ما تلزقش فيها البيتزا وتطلع معايا برضو شكلها كويس ورستها زي ما احنا شايفين بمنتهى السرعة كده وكده خلاص انا تقريبا خلصت البيتزا بتاعتي بمنتهى السهولة والسرعة آآ العجينة باسم الله ما شاء الله هشة جدا وطرية وطيعة في ايدي وسهلة ما اخدتش مني وقت في الفرد وفي منتهى اللازازة يعني ما شاء الله تبارك الرحمن آآ ربنا بيسهل كل حاجة كده لما بتتوكلي على الله وتبدأ كده تسمي بالله وانتي داخل تعملي اي حاجة ما شاء الله تبارك الرحمن طلع زي الفل ده شكلها بعد ما خرجت من الفرن وده شكلها بقى بعد ما شلتها من الصينية حطيتها في السيربيز ده ما شاء الله حمرة من تحته من فوق وهشة جدا وكطنية زي ما احنا شايفين شوفوا معايا قد ايه شوفوا ما شاء الله صمكها مع اني ما كنتش سايبها زخينة قوي بس آآ رفعت جدا في الفرن وطلعة في منتهى اللازازة وهشة جدا والحشوة خطيرة ولونها طحفة ويفتح النفس يلا بقى اعملي البيتزا حلوة كده لولادك بمنتهى السهولة والعجينة آآ كل حاجاتها متاحة في البيت ومكونات بسيطة جدا ان شاء الله هكتب لكم برضو المكونات والمقادير بتاعتها في صندوق الوصف واللي ما تابعنيش لسه ياريت يعمل سبسكرايب للقناة وتابعني علشان دايما وفعل الجرس عشان يوصلكم دايما كل جديد وان شاء الله يا رب النهاردة البيتزا تكون عجبتكم ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير يا حلوين عشان دايما يوصلكم كل جديد واختاما سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته